معنا مرة تانية يحدث في مصر زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة النهاردة احنا عملنا نوع من التغيير البسيط لكن التغيير الجوهاري والمهم الأسبوع ده يوم الثلاثة هو اليوم اللي بيشرفنا فيه طبعا الدكتور مبروكة عطية وبنبقى على انتظار يوم الأربع وحوارنا الأسبوعي مع الدكتور مصطفى الفئي لكن التغيير النهاردة تغيير بسيط زي ما بقول لحضراتكم ومهم لأنه مرتبط بمشهد مهم تم النهاردة في حديقة البيت الأبيض المشهد ده العالم العربي مش بيتابعه لأول مرة مشهد التوقيع اللي تم ما بين الجانب الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية ليس هو المشهد الأول في السياق ده المشهد الأول كان سنة 79 وكانت مصر هي أولى الدول الموقعة على اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي المشهد الثاني كان في التسعينات مش فاكر كان بالزبط أعتقد أنه كان 94 وادي عربة وادي عربة وكان مع الأردن والمشهد الأخير هو المشهد اللي شفناه النهاردة وبالتالي كان من الضروري أن احنا نطلب من الدكتور مصطفى الفئي أنه يعدل فيه جدول أعماله المعتاد النصيد جدا والمكثف فهو يعني كان ترخيره ساعدنا في هذا الموضوع وأنا بشكوره على الهوى لأنه كان صعب بس تم فعلا علشان نسأل عن هذا المشهد نسأل عن تفاصيل هذا المشهد تأملات حضرتك عنه إيه وهل تغير العالم العربي أم أنه يتغير أم أنه هناك ثوابة معينة على مدى أجيال كانت موجودة وبدأت في الضعف أو الاختفاء ماذا يحدث في العالم العربي براحب بحرك معنا شكرا على دعوتك الكريمة بس ديني كده حتة إنسانية في الأول كنت بتكلم وانا في الأنترو وانا ستشعر معك عن الكاتب الراحل خيري شالبي الأديب الكبير الله يرحمه خيري شالبي ده أنا رأي أنه هو النسخة الأخرى من نجيب محفوظ من حيث الأهمية والقدرة على الوصول إلى قاعد المجتمع وأنا شخصيا قابلت خيري شالبي عدة مرات طبعا وشفت إيمانه بالحرية وقدرته على أن يتصرف كما يريد وأن يفعل ما يشاء وكتب عني أنا شخصيا وده شيء معتز عنه دراسة ضخمة بعنواني مفهرس أيها المخم التجدول أنا كتب فيها حاجة عن أشياء عن نفسي أنا اندهشت أنه أدركها وأنا لم أدركها فكان رجل يسبر أغوار الشخصية وأستطيع أن يتعامل مع الفئات المختلفة والطبقات المتعددة وهو كان له سمم يعني هو زي ما يقوله له نيش أو ليه طابع معين كان مختلف خالص عن كل أبناء جيله وعن كل معاصري من الروائيين والأدباء يعني إذا كانت تحل ذكريها هذه الأيام فأنا بقى أطلب لهم الرحمة جائزة باسمك جائزة اللي بتتعمل باسمه وأنا سمعت كل الحاجات دي تضيف إلى خيمة خيري شالبي تتزايد مع الوقت صحيح يعني في كثير من الأدباء العظام لا ندرك خيمتهم إلا بعد أن يفارقونا وطبعا هو معروف من الأول لكن خيمته متزايدة يعني ده أنا رأيي أنه مستوى نوبل في الأدب ندخل في الموضوع الله يرحمه طبعا نخش بقى في الموضوع الظريف الشائق ده شوف أنا في رأي شير بيك إن فيه كذا عامل جم موسيقى